أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يقن في صدرك تحرج منه لتنزل به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أوازل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعمهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا رائبين ولنسألن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لي آدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من رطين قال فاهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغنين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم شراطك المستقيم ثم لا يتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مزهوما مدحورا لمن تبيك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا أعدمشتم أنت وسوجك الجنة فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فبسفس لهم الشيطان ليبذي لهما ما بولي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما زاق الشجرة بدت لهما سواتهما وتفقا يخشفان وتفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أن أكما تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما أدر مبين قالا ربنا ظلمنا أن نفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحا ما لنكونن من الخاسرين قال اهبتوا بعدكم لبعد عدد ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعن لم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بغيكم من الجنة كما أخرج بغيكم من الجنة ينزعوا المهال ما سوا ليريهما ما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إما جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباء نا والله وملنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسطة واقيموا مجوكم عاد لمسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بداكم تودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الدعي ويحسبون أنهم مهتدون يا بني أعدم خذوا زينتكم من عاد كل مسجد وكلوا واشتبوا ولا تصدفوا إن مولا يحب المصدفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هيا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نقصر الآيات لقوم يعلمون قل إن ما حرم ربي الفضاحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقذبون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل معكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عنه ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من ردون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في يمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم ليولاهم ربنا هؤلاء يضلون أفاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلموهم وقالت أولاهم ليخراهم فما كان لكم علينا من فضل فزوق العذاب من فضل فزوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورث نوا بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فألوجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يشدون عن سبيل الله ويبغونها عمجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بصيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما قلتم تستكبرون فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينزرون إلا تأذيله يوم يأتي تأذيله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل وين الذي كم ما نعمل قد خسدوا أعفسهم وضل عن ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استمى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والمجوم مسخرات بهم لا له القلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت صحابا ثقالا ثقناه لبلد مجتا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذ ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إما لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لنعزركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فانجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إما لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لنعزركم وازكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحبا ونذر ما كان يعبد راباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم لجس وردبت أتجادلونني في أسماء سميتم وآتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فاتظروا إني معكم من المنتظرين فعجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابل الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقطوا الله لكم آية فزلوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استدعفوا للذين استدعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعدوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأسبحوا في دارهم جاثمين فتبلى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومي يتحقون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأنزيناه وأهله إن لم وأتوا كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجدمين وإلى مدينا أخاهم شعيبا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا ترخصوا الناس أشياءهم ولا تفصدوا في الأرض بعد إسلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانزروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة معكم آمنوا بالذي رسلت به وطائفة لم يؤمنوا منه فاسبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استغفروا من قومه لنخرج منك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لترودن في ملتنا قال أبلو كنا كارين قد افتلينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجأنا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسيع ربنا كل شيء علما على الله تركنا على الله تركنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأي اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من مبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى يعفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بوتتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والعرض من السماء والعرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفا من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفا منه مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بزنوبهم ونطبعه على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فذلك يتمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا ليكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين هم أبعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانعظر كيف كان عاقمة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربهم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بي آية فأتي بها آيا كنت من الصادقين فالقاع صعف إذا هي ثعبان مبين ونزع يدعوه فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وآخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بصحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي فلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمعتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا مما أهلها فسوف تعلمون لأططعن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما ترقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتغفنا مسلمين وقال الملو من قوم فرعون وقال الملو من قوم فرعون أتغل موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتلوا ابناءهم ونستحجي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واسفروا إن الأرض لله يولثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم من يهلك عدمكم ويستخلفكم في الأرض فينزل كيف تعملون ولقد أخلنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة هي الطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عيد عندك لأنك شفت عنا الرجز لنؤمن الملك ولا مرسلنا معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى آجل هم بالئوا إذا هم يعكثون فاعتقمنا منهم فاورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستدعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يستع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أسنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلى كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسورونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي جالكم بلاء من ربكم عظيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأدممناها بعشعة فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى ليخيه آرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب يرني أنزر إليك قال لن تراني ولكن أنزر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيصا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وانا أول المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أعطيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألباح من كل شيء موعزة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين سأصرف عنهم آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيله اشتلا يتخذوه سبيلا وأن يروا سبيلا وأن يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حبطت أعمالهم أليجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قول موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خبار ألم يروا أنه لا يخلمهم ولا ليهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقد في أيديهم ولو أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسدين ولما رجع موسى إلى قومي غبى ناس فقال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجروا إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وادخنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غدب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجس المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغدب واخذ الألباح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختال موسى قوما سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلقتهم من قبل وإياج أتهلكنا بما فعل الصفاء منها إن هي إلا فتنتك تدل بها ما تشاء وتهدي ما تشاء أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وفعت كل شيء وأكتبها للذين يتقون ويؤطون الزكاة من الذين هم بهاياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عادهم في التوراة والإعجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المعاكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم الإسلام والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزلوا ونصروا واتبعون الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما ووحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست من حثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغماب والرزل عليهم المنم والسلفا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يزلمون وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية بكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا أوفر لكم ختياتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يزلمون واسألهم عن القرية التي كانت حابية البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون وإذ قالت أمة منهم لما تعزون قوما هم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذلة إلى ربكم ولعلهم يتقون لما نسوا ما ذكروا به أعجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيص بما كانوا يفسكون فلما عطوا عماله عنه قل لا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذن ربك لا يبع سنب عليهم إلى يوم القيامة من يسرهم سوى العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورسوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميساك الكتاب بأن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر تخير للذين يتقون أفلا تعكلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع وجر المسلحين وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه زلة وظنوا أنه واكع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ خذ ربك من بني آدم من زهورهم زريجتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشتكى أباؤنا من قبل وكنا زريجة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم مبا الذي آتيناه آياتنا فانعسلخ منها فانعسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هبا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يسلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذلوا الذين يلحدون في أسماءه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن متيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نزير مبين أولم ينزروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويزنهم في طويانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها إن رد ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها إن رد الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضغاً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكسرت من الخير وباب السن يسر إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نصره واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ترشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما قلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعل له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سباء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من ردون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آزان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتغنى الصالحين والذين تدعون من ردونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ويعا تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينزرون إليك وهم لا يبصرون خذ الأفض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سبيع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيه ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا أقري القرآن فاستمعوا له وأنسطوا لعلكم ترحمون واذقوا ربك في نفسك تدرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدب والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين يعد ربك فلا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم